شفنا من هنا أولا شيء وخيمة اللعب المالي النظيف والمطالبة بيه ودي نقطة الإصلاح يتبدأ منها وبناء عليها يدبني كل حاجة أو مفيش أي حاجة هتحصل بعد كده في كلام كتير في الغربال بلس 90 تراث السنين الناس يمبارح في مباراة الآل وغز المحلة الآل بيسجل في الدقيقة 12 الخطأ المتكرت عدم التعزيز نفس الدقيقة اللي قال لي كان سجل فيها في مطش الزمانك تقريبا وفرص كتير تضيع وهنا لازم استنفار اللعيبة يكون أعلى بكتير بعد الجنة الأولاني الناس لازم أن شخصيتها تتهيأ لكده عشان المشكلة دي ما تتكررش كتير يا جماعة في المطشات اللي جاية الدرس الكبير من مباراة المحلة مبارح إذا هبت رياحك فاغتنمها أنت فريق المحلة بعد الهدف وقبل الهدف الأولاني مهزوز جدا أنت عليك أن أنت تحسم الأمر في الشوت الأول نفس اللي حصل في مباراة الزمانك تضيع منك ترى تربع فرص في الشوت الأول واللعيبة تشعر أنها تطمنت فتهمت شوية يتجرأ غاز المحلة ويسجل ويهدد فتدخل أنت في الديلامة دي لغاية لما تستعيد ذاكرة بلاس تسعين وتقاتل لغاية النفس الأخير ويسجل شريف الهدف القاتل بتمريرة رائعة جدا من الموهوب زياد طارق اللي مش همل أبدا من المطالبة أنه ياخد فرص كبيرة لعيب موهوب بجد خدوا بالكو الأهل ما بيتكلمش على أنه مدي ناشئين أو بيلعب بالناشئين موزياد طارق وأحمد نبيل كوكا دول تحت السن وعبد القادر وعبد القادر 23 سنة يعني كلهم مش كبار بس حتى دول الاتنين تحت السن بس مش في إطار منهدة مين اللي عنده ولاد صغيرين أكتر في الفرقة مين عنده ناس كبيرة أكتر هي فكرة أن أنت بتدي للعيبة في الوقت المناسب وفقا لرؤية المدير الفني زياد عمل تمريرة هيلة جدا للشريف شريف استغلها برضو بوعي الفرود وتحركه من لمسة واحدة على طول وحسب المسألة وده تراس السنين مع الآلف بلاس تسعين لكن لإمتى الحكاية دي بص الجوني اللي جاي ده يعني أنا مصود لأنه كان يتسم بعدم التوتر والهدوء والقرار السليم يعني زياد استلم القرة وخدها من وليد لو هو ناشي ومش عارف ايه وبيع بإحساس الناشي كان هرجعها للكابتن وليد اتصرف انت كويس انما هو بداس دوسة تقل على كورته وبص في حسام حسن لازم الناس تسقاف له اخوانا لان الجون ده بسببه محدش ذكر دي خد المدافع هيعرضه لك بص اللي حيروح بص حيروح البص خد اللعيب فين مين اللي فضى السكة لشريف ده غالبا حسام حسن حسام ولا مين حسام فالتحرك بتاع حسام ادى فرصة زيادة يشوفه ان شريف أصبح في موقف انه مرر له ودي رؤية رؤية لعيب يفهم فعمل له تقل على كورته بص استنى تقل لعب عبقرية محمد شريف هنا بقى ان ده لعيب مش متوتر لعيب خد الكورة على لعيبها وهو متأكد ان يلعب عكس حركة الجون على عكس حركته فمشت بلمسة واحدة في جون رائعة من اجمل اهداف الموسم فالهدوء ده في بلاس نسعين ده شخصية الاهلي الهدوء مش الدرباكة وانك تجيب لا ده جون ملعوب الناس مش يعني صبر على الكورة الشرط الاولاني كان ممكن يخلص زا ما انت بتقول اكتر من جون بس برضو عدم توفيق انت ليك ثلاث كورة في العرض يا سيد ابراهيم ده فيه كورة رمي ربيع عشايتها اه في الشرط التاني اه في الشرط تاني الجون الجون جابها بالايدي العكسية الشرط الاولاني في واحدة في الايم لبيرسي تاوي اولاني في اول دقاء لبيرسي تاوي هنقول قرارك لعبتها في الدايقة هو ما كانش يملكه اكتر من كده لانه راح على يمين اوي فيه كورة بقى تبطأ فيها وتلعسن فيها وفيه كورة تانية تزحلق فيها بيرسي اللي راجح تطلع زعلان على ايه انت تطلع فيها حاجة في ديها حاجة وسبعين بيرسي وعملت مجود كبير وفوقت بعد الدقائق المرتبكة في الاولى وابتنيت فوق ماشي ساعدت فرقتك على قد ما تقدر لكن من حق النادي انه غيرك اوعى تكون فيه لعيب فاكر انه اكبر من قرار الكوتش ايا كان الكوتش احنا مش عايزين نوصل لديه نفس الكلام الكريم فؤاد لازم يلام لازم انت بتقول فيها كابتن عشان بيقولك لعب على طول في اجواء شديدة الحساسية اه كويس ان بص انا ليه بذكر بالاسم لان اتوسم في كريم فؤاد تحديدا لعيب صاعد وواعد وقولنا انه هو عنده شخصية وقولنا انه بيجد الجدو لكن اوعى اوعى يجيلك الاحساس انك فوق القرار القرار اللي فيه مصلحة الفرق مش انت اللي بتقايم نفسك ومش انت اللي هتقايم مدربك هاي الكورة دي حد يجيب هالي بقى شوفها ونبي استاذ ابراهيم انا عارف حاطرلك الكاميرا بتاعتك ورا الكاميرا عدولنا الكورة تانية بتاعت رامي ربيعة يعني انت جربت كل الاسلحة فيه كورتين فيه كورتين لعمر السولية فيه كورتين لعمر السولية فيه كورة شوفوا كورة منين اه مالت في رجل رامي هاي لا رأي الذي لقيمة له جون كمان رأي الذي لقيمة له هاي الذي له كل القيمة اتمنى ان ارى وانوانا اتدخل ده مجرر رأي قابل للمراجعة هاي ما بقولش ان انا صح بس اتمنى ان ارى رامي ربيعة مدافع خط الوسط هفض فندر هفض فندر استفيد منه من مهاراته في التمرير استفيد منه في التزديد في ضربات الرأس واعفيم من الالتحامات وسرعة الارتداد اللي ربما ما تكونش من ميزاته والباص لانه لعيب ما هبقولك لانه هو لعيب كورة عايز يستلم بهدوق ولا هو في احسن حالاته البدنية دلوقتي نرجو انه استفاد منه في ظل الظروف الصعبة دي وهذا رأي يحتمل الخطأ بنسبة كبيرة محمد شريف كمان يا جماعة من مكاسب المباراة لانه بيستعيد حاسة التهديف ضربة الجزاء خادها بزكاء شديد جدا جدا طول ماتش بتحرك حلو ابراهيم اي حد دي ضربة جزاء وماتش الزمال على فكرة هنشوفها لانه كمان انا ما عجبنيش واستغربت من البيانة الاحتجاجة اللي طالع من نادل محلة اللي ربطت الاندية بيشير الى هذا الخطأ في ضربة الجزاء مش عايز دي تتحسب انا مش عارف دي زي ما تحسبش ضربة الجزاء هنعيدها لا عيدها من الاول يعني ده لو استاذ العباس الرئيس شركة غاز المحلة بيحكمها هيحسبها مش تزديد التأفشاء لا الخطأ في احتساب الضربة يا عمي جيبها من الاول جيبها مش بالبطير بصورة طبيعية بصورة طبيعية ليه اه بصوا دي الاتنين من الاول يا شوارب من فضلك من الاول من اول التمريرة طيب على ما جهزها من اول التمريرة ما يهمناش التزديد دلوقت عزانة من اول التمريرة فهي يعني هي فكرة احتجاج او غضب مسؤول المحل على ايه بالمناسبة جن صلاح جن الجن التاني كرة شريف اللي عبها زياد طارق احتجاج نادي المحلة لربطة الاندية قالت انه صلاح محسن ارتكب خطأ انا ما شايفش صلاح محسن موجود في الكرة خالص واستغربت لداء انه لا من البداية خالص من البداية خالص من اول الكرة وهي في نص الملعب بتتلعب اللي لعب الكرة عمرو السلية وعمر السلية اللي وصل للكرة والعيفة بشماله لعب غاز المحلة هو اللي مشترك معاه واقع عليه لو جات الكرة من بدايتها في نص الملعب وعمر السلية بيردها الملعب المحلة بشماله وبعدين انت كل ما نجيب جن بعدين ترجعونا للمنشأ للمنشأ كانت فاول طب ما اقولت ما اخسرنا ما كانت فاول ومع هذا هنشوف رأي خبراء التحقيق سنة اللي مخسرنا في المحلة ما كانتش فاول وجد فينا جوه ده هنت خسرت في المحلة بفاول السنة اللي فاتت ما هواش فاول تحسبت وتشاطت وما حدش رجع للفار ولا للقط واساسا الاهل انفراد كامل محمود فتح الله اللي مبارح اصيب محمد فتح الله ارتكب الفاول اللي يستحق عليه كارتة احمر وما اتطردش وما راحش الحكم للفار طيب هنشوف الكابتن سامي عمصان بعد المباراة رؤيته ايه اللي حصل فيها لانه كمان للمرة التانية سامي عمصان مباراة الزماني قادر فريق بشكل كويس جدا لو كان فيه جزء من التوفيه في الشوت الاول كانت المباراة حسمت ولو فيه ايضا توفيه في الشوت التاني اللي الناس فهم ان الاهل ما سيطرش الفرص اللي عرضناها للاهل في الشوت التاني كمان مش في الشوت الاول في مباراة القمة كانت كافية ان تلاقي الفوسكي مبارح الدرس الكبير مفيش حاجة اسمها واحد سفر اكرهوا نتيجة واحد سفر ارجوكو دي نتيجة فعلا خادعة جدا 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 خصوصا لما بتجي مبكرة اه طبعا المباراة الجاية صعبة جدا فخلوا انه اسوأ نتيجة هي واحد سفر عندك فرصة الواحد سفر تبقى اثنين سفر تبقى تلاتة سفر تبقى اربعة سفر هتعبر عن قدراتك وهتريح فرقتك لكن واحد وانكش نرجع يحصل اقول لك حاجة في ناس يقول لك وانت تضمن تجيب جل تاني بس تاخد بالاسباب اللي هي ايه العب عشب جماعي والعب بسرعة والعب وتتركيز على الهدف انت بتلعب يعني مثلا اقول لك حاجة الشريف مثلا لعبها من لمسة واحدة على حاجة افرد الجلس اي سبب لمسة بايده حيبقى قرار غلط الناس هتقولوا ما كنت تقدر تقافه او بتاعه انا كل اللي هميني انت تاخد بالاسباب الصح ده التصرف السليم خلاص عكس حركة الجن وتلعبها مش هيوصلها لما الجن بتاع الزمالي بتاع شريف برضو شوف عاد الجسم ازاي وبيهدوق لعبها ازاي دي تصرفات فيرود ابتدى يفوقه ايه تحركاته طول الماتشات حتى اللي ما بيجيبش فيها جوان في الماتشات الاخرانية لا يتوقف وبيسقط وبيروح يمين وبيروح شماية وبيساعد وبيعمل اسست وبيفضي مكان الحركة التحرك الجميل الرائع السليم من حسام حسن ساعد زياد ان ياخد القرار بالتمرية السليمة وساعد شريف ان يجيب جن ده اللي انا اصده لو لعبنا بالاسلوب ده هنوصل كتير وهتبقى نسبتنا اكتر وفرصنا اكتر ان احنا نجيب جوان مثلا فيه كورة تردت لقافشة وليعبه ببطن رجله كان موقع تيجي جون الشيخ طعب ينصحه بايه جربهش رجلك اضمن عندها تدريب لكن هو كتير جابه ببطن رجله لو فيه توفيق ثلاث كور في العرضة حسام حسن لما نزل الجون تقلق تقلق رائع برضو لعبه كورة في العرضة ايده يعني الجون بتاع غاز المحلة كان رائع الحقيقة موفق اوي